بات توطيد العلاقة بين هذه الجبال ومقاتلية المقاومة أمراً واقعاً ولا محالاً ومهما توسع نطاق المواجهات أو حاولت الميليشيا التواغل في أي اتجاه داخل جبهات القتال في محافظة تعز تجد من يرصد تحركاتها ويخوض معها قتالاً شريس حتى في لحظات الهدوء تجدهم يمارسون هواية إطلاق الرصاص لكأن الحرب أغوى الرجال إلى الأبد في هذه المواقع الجنوبية من المدينة حيث تعيد المقاومة انتشارها في جبل صبر ومحيطه يكون أيضاً للرجال الطاعنين في السن دور في معارك الدفاع عن محافظتهم كما للشباب بل صاروا يظهرون أكثر حماسة ومعرفة بخارطة الجبهات التي أمنها الجيش والمقاومة الشعبية في وقت سابق كانت هذه الجبهة كغيرها مصدراً لجلب الموت عبر قصف وقنص المدنيين كما هو حاصل الآن في الجبهة الشرقية التي تتمركز فيها الميليشيا وتصعد من هجماتها ضد حي الدعوة وثعبات الذين يتعرضان لعملية قصف من مواقع تمركز الميليشيا في تبة السوفيتيل في الحوبان والمكلكل في صالة وهو ما يؤجج من غضب السكان داخل المدينة وخارجها وأيضاً في المحافظات الأخرى في ظل الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار الذي يسمع عنه أبناء هذه المحافظة ولم يلمسوه في وقت لم يعد يعرف سكان المدينة وضواحيها عن موعد مغادرة مدينتهم حالة الحرب أو متى تماماً يحين موعد استراحتهم من رحلة حافلة بالموت